توجيه صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتاحة إمكانية الاختيار المجاني لممارسي أنشطة البيع عن طريق الانترنت عبر نافذة برنامجي خطوة للمشروعات المنزلية وسجلي المخصص للسجلات التجارية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها تنظيم أنشطة البيع والشراء الإلكتروني بالشكل الذي يعود بالنفع على حيوية العملية التسويقية لمنتجات الأسر البحرينية والدفع بابتكاراتها الانتاجية نحو الأمام هنا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المخولة لتوفير الغطاء القانوني لآلية عمل المشاريع الأسرية المنتجة من البيت وتفعيل جملة المزايا المطروحة أمامها من خلال نافذة برنامج خطوة للمشروعات المنزلية عيشة الزايد مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سارعت نحو التعريف ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية متبعة تصريحها باستعراض أهم المميزات التي يحملها البرنامج معه بالشكل الذي يعود بالنفع على حيوية العملية التسويقية لمنتجات الأسر البحرينية والدفع بابتكاراتها الانتاجية نحو الأمام للتعريف بمشاريعها محليا وإقليميا وحتى على المستوى الدولي بما يبشر باتساع رقعة تواجد منتجاتها وعرضها على المستهلكين بصورة قانونية مباشرة نحن نسجل الأسر بناء على هذا الغرار والشروط والنظام لهذه الغرار فنحصر الأسر المنتجة في مملكة البحرين ونسجل الأسر الجديدة نعطيها فرصة للإنتاج والتسويق نعطيها فرصة للتدريب عندنا معلومات دقيقة وإحصاءات دقيقة على هذه المجموعة نتعامل مع كل شخص كل مواطن بحريني الحالة يعني شين هو يحتاج شين هو التدريب اللي يحتاجه هل يحتاج منفذ بيع أهم شي حصول على رقصة المنزل المنتج وهي بتكون شرعية للعمل من المنزل الحصول على التدريب المتطور من خلال مراكز التصميم والابتكار أو مركز تميز للمشاريع المتنهية في السقر يقدر المسجل أو الحاصلة للرقصة أنه يسجل اختياريا في التأمينات الاجتماعية يحصل على منافذ بيع يشارك في جائزات صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيجة بالتبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة يحصل على فرص للمعارض طبعا الوزارة توفر معارض وتوفر طبعا مثل ما قلت منافذ تسويق وحول آلية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج خطوة للأسر المنتجة أردفت الزايد بإضاح شامل وسلس لأبرز الخطوات الواجب اتباعها لإتمام ذلك توجد استمارة على موقع الوزارة هذه الاستمارة في نهايتها في الإيميل اللي عقب ما يملي الاستمارة يطرش هذه الاستمارة على الإيميل نحن عادة نستقبلها في مركز خطوة اللي هو في مركز المنام الاجتماعي لكن نحن بسبب الظروف فنفضل أنها تكون عن طريق الإيميل طبعا مع الاستمارة نحطينا المستندات المطلوبة اللي هي موافقة صاحب المنزل أيضا تعهد صاحب السجل المنزل أنه يلتزم بهذه الشروط فعقب ما يخلص هذه كلها يطرش على الإيميل يتواصلون مع الأخصائيات الاجتماعيات وطبعا يقومون بعملهم يتواصلون مع وزارة الصحة إذا كانت موارض قذائية يتواصلون مع البلديات يتواصلون أيضا مع الدفاع المدني برنامج سجلي هو الخيار الثاني المتاح أمام ممارسي نشاط البيع عن طريق الإنترنت فوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستسعى جاهدة إلى دعم وتشجيع مختلف المشاريع لإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها من جهة ولضمان حقوق المستهلكين من جهة ثانية يعتبر برنامج سجلي الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نافذة رحبة لمساعدة البحريني في الحصول على سجل التجارة افتراضي وتأسيس مؤسسة تجارية قانونية وهذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو انطلاق صاحب العمل للتوجه في الابتداء بمشواره التجاري وإتمام الالتزامات المادية التي تناسب بداية المشروع وترويج عماله وهذا الشيء طبعا بيساعده على أنه ينافس في السوق المحلي وإن شاء الله حتى الإقليمي والعالمي ولش لا؟ كونه أنه عنده سجل تجاري بيقدر يحصل على أنواع من الدعم سواء برامج الدعم التي توفرها تمكين أو على توميل من البنوك أو حتى الاستفادة من صادرات البحرين إنها برنامجي خطوة وسجلي جاء لتنظيم عمليات الشراء والبيع التي تتم عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة في الوقت الذي تضاعف فيه الإقبال على البيع الإلكتروني من قبل مرتدي صفحات العولمية فضلا عن ضرورة إحلال الرقابة المباشرة على الأنشطة المنزلية وتنميتها بالشكل المطلوب لتلفزيون البحرين محمد رشادات